من الصروح الدينية والمعالم المهمة في مدينة الموصل جامع وظريح النبي شيد عليه السلام الذي يقع في جانب الأيمن من الموصل بالقرب من مركزها باب الطوب يعتبر هذا المعلم الديني مركز استقطاب للجميع لما له من تأثير نفسي وروحي على أبناء المحافظة ومسجد النبي شيد حقيقة عندما بني عندما كان يحكم الموصل مصطفى باشا وهو كان رجلا صالحا في سنة 1052 هجرية رأى رؤية فهذه الرؤية عندما رأى فيها أن سيدنا النبي شيد قال له في عالم الرؤية أن قبري في هذا المكان في وقتها اتصل بعلي بن النومة رحمه الله تعالى وكان رجلا تاجرا وكان رجلا أيضا تقيا فقال له رأيت في المنام كذا وكذا فقال على بركة الله نحفر فهي كانت مقبرة المنطقة فحفروا فيها فوجدوا قبرا فبنى علي بن نومة قبة وأصبح هو الساد والمسؤول على الضريح وبدت الناس تسأل من هذا قالوا هذا قبر النبي شيد وبدأت الناس من كل مكان تأتي وتسلم على سيدنا النبي شيد جاينا نشوف نبي الله شيد حقيقة نتفاجئنا يعني به صراحة يعني اللي من طبيتان المرقد من النبي الله شيد شفته كان ابني معي شفناك أنه كشون جامع الأموة صاير بسوريا يعني هذا يدل على أنه أكفد إحساس وشعور ديني وشون نبدأ نبذ للطائفية ونبذ لجميع الأرهاب اللي صار هنا أعيد بناء هذا الجامع من قبل المتبرعين من أبناء نينوى الذين كانوا ينتظرون هذه اللحظة فهم بهذا أعادوا إلى قلب أيمن الموصل نبضها وتاريخها الذي يؤكد لحمة أبناء الموصل على أيقونة التنوع بين الناس لتعود الموصل من جديد فهذا الجامع له مواقف ومشاهد عظيمة وكثيرة عند أهل هذا الحي فكثير من الخصومات والنزاعات قد يكون تسويتها والصلح ما بين الخصوم ينطلق من هذا المكان المبارك فبفضل الله سبحانه وتعالى كان لهذا المسجد أثر كبير على أهالي الحي وعلى أهالي المنطقة وكثير من مناطق مدينة الموصل حقا أن الجامعية مشكورة في عات عمار جامع النبيشيت هذا الجامع الذي يعد من أبرز الجامع في مدينة الموصل ومن جامع كان يسمى الجامع الرئاسية في المدينة حقيقة ولو تاريخ ومعلم كبير في هذه المدينة بعد دخول عصابات داعشة جرامية لمدينة الموصل عمد لتفجير بعض الجامع والمساجد لما لها أثر تاريخي في المدينة من ضمن جامع النبيونس والنبي جرجيس وهذا الجامع طاله يد الغدر والخيانة من قبل عصابات داعشة جرامية ولجامع النبيشيت حكايات وتاريخ تمتد إلى أجيال وأجيال حيث مثل هذا المكان المبارك مدرسة دينية على مر الأزمان وكان له حضورا دائما في ذاكرة العراقيين لبرنامج طباح الخيري عراق إماد الأمين الموصل